افتتح مدير عامي مديرية المنصورة بمحافظة عدن أحمد علي الداؤودي قاعة التدبير المنزلي بمدرسة الفقيد علي أحمد الحقاني للتعليم الأساسي بنات في المديرية بتمويل مشترك بين الشركة اليمنية للمطاحن والمدرسة وخلال الافتتاح شرد داؤودي إلى أهمية إقامة تلك القاعات لتنمية وتدريب الطالبات على المهارات الحياتية وأسس وقواعد إدارة شؤون المنزلية مشيدا بدور القطاع الخاص ومساهمته الفاعلة في تنفيذ مثل هذه المشاريع التي تكسب الطالبات مهارات اجتماعية إلى جانب العملية التعليمية من جهته عبر مدير مكتب التربية والتعليم بالمديرية علي علي علوي السويري عن الشكر والتقدير للقطاع الخاص على دعمه للأنشطة المدرسية في إطار الشراكة المجتمعية فيما أكد مدير مدرسة الفقيد علي الحقاني سمير إسماعيل طاها أهمية افتتاح هذه القاعة بالمدرسة في إكساب الطالبات المهارات المنزلية وتحمل المسؤولية في إدارة حياتهم اليومية